تنمية تعبيرات آن الأوان لكي نفك شفاراتها بكل تواضع وموضوعية لنلبي تطلعاته دون انتظار أو تأخير أين نحن من استحقاقات ثورة 17 ديسمبر 14 جنف التي احتفلنا منذ أيام على مرور عشر سنوات على اندلاعها ثورة حررت أصواتنا بدماء شهدائها الزكية والذين نترحم عليهم ونحسبهم في جنات الخلد فأصبحنا نصدع بما كانت تخفيه صدورنا واسترجعنا حقوقنا في المواطنة وقطعنا مع سياسة الخضوع وتقطأة الرأس المذلة ثورة قامت من أجل الشغل والحرية والكرامة الوطنية لكن وبالرغم من مناخ الحرية الذي أصبحنا نعيشه إلا أننا لم نتناول مشاغل ومطالب الشعب بعمق ولم تتحقق مطالب الشباب وطموحاته المشروعة من شغل وتنمية وعدالة اجتماعية فالقدرة الشرائية للمواطن تراجعت والطبق الوسطى انهارت وازدادت الجهات المهمشة تهميشا واتسعت رقعة الفقر والعمل الهش تغط منذ عشر سنوات التجاذبات السياسية والسياسوية التي زادت في عمق الهوى بين التونسيين والنخبة الحاكمة فتعمق بذلك الشعور لدى التونسيين بالتهميش وبتخلي الطبق السياسي عن قضاياهم ومشاغلهم وطموحاتهم لذا فإن المطلوب من اليوم وقبل فوات الأوان هو الإصغاء لصوت الشباب الغاضب بصدق والعمل بجد وبعقيدة صادقة على إيجاد الحلول الجذرية والمستدامة لمشاكله التحريض على التدمير والفوضى واستعمالها كوسيلة ضغط لا ينفع شيئا بل يدمر بلدا أفنى رواده أعمارهم في بنائه السيد رئيس مجلس النواب الشعب السيدات والسادة النواب الموقرون لا خيار لنا إلا الإسلاح والطريق أمامنا لا يزال طويلا ولا يزال محفوفا بالعراقيل والعوائق فالأوضاع السياسية لا تزال مضطربة والعديد من تشريعاتنا منقوصة وغير محينة ومكبلة وكل هذا يلقي بذلاله على الحياة الاقتصادية والاجتماعية واليوم ورغم كل ذلك فإن الأمل لا يزال قائما والتدارك ممكنا لا مكان للاستسلام والإحباط عندما يتعلق الأمر بإنقاذ البلاد لا تزال لنا فرصة لاستخلاص الدروس من الماضي وتجاوز أخطائنا وهناتنا ولا تزال الفرصة متاحة لبناء مستقبلنا ومستقبل أبنائنا على أسس سليمة يبقى ذلك رهينة توفر إرادة العمل والبناء والإصلاح عند الجميع فإذا توفر الصدق في العمل والإخلاص للوطن وإذا تم القطع مع الشعبوية المقيتة التي تبيع الوهم وتستثمر في ألام الناس واستبدالها بروح المسئولية الشجاعة التي تقدم الحلول الحقيقية حتى وإن كانت موجعة عندها سنتوفق في الإجابة على انتظارات شعبنا وننطلق فعليا في إنقاذ تونس من الأزمة الحادة التي تمر بها حاليا تلك قناعتنا وذلك هو عزمنا إن وقوفي أمامكم اليوم لا يأتي فقط لعرض السادة الوزراء المقتلحين في التحوير على ثقة مجلسكم الموقف وإنما أيضا لطرح خارطة طريق لأولويات عمل الحكومة والبرامج التي نتعهد بإنجازها خلال الفترة المقبلة هذه الحكومة أردنا لها منذ البداية أن تكون حكومة إنجاز وحكومة فعل لا قول لذلك يأتي هذا التحوير المعروض عليكم كخطوة إضافية في هذا الاتجاه حيث نهدف من خلاله إلى إضفاء أكبر قدر من التناسق صلب الفريق الحكومي تناسق يضفي لعملنا أكثر نجاعة وفرص أكبر للنجاح فيما نصب إليه التحوير المعروض عليكم شمل أولا إعادة هيكلة بعض الوزارات حيث أعدنا تفعيل وزارة التكوين المهني والتشغيل وأضفنا لها محور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وذلك إيمانا منا بأهمية التكوين المهني وارتباطه الوثيق بموضوع الشباب المنقطع عن الدراسة والشباب الحامل للشهائد العلمية والذي لا يجد فرصا للتشغيل واخترنا أن نراهن على الاقتصاد الاجتماعي التضامني لأننا مقتنعون أنه يمثل لا فقط جزءا من الإجابة على مشاكل البطالة في تونس وخاصة بين الشباب بل سيكون ركيزة مهمة لنمو اقتصادي مستدام وشامل يثمن ما تزخر به بلادنا من كفاءات حان وقت التعويل عليها والإيمان بطاقاتها الإبداعية وتشجيعها وتم فصل وزارة الطاقة عن وزارة الصناعة إيمانا منا أن هذين القطاعين من القطاعات الواعدة التي ينبغي أن نستثمر فيها وأن نراهن عليها في خلق فرص التشغيل وأحياء الأمل لدى الشباب المفعم بالحيوية ولكنه لم يلقى حظه في التشغيل وبقي عاتلا عن العمل التونسيون والتونسيات ينتظرون إعادة عجلة الاقتصاد وإيجاد حلول للتشغيل ونحن نؤكد اليوم أن ذلك يمر عبر التنمية الجهوية المتضامنة باعتبارها الضمان الوحيد للقضاء على التفاوت الجهوي ومحاربة الفقر والتهميش والدولة هي القاترة لتحقيق هذه التنمية طبعا الدولة لن تعمل بمفردها ولكننا نتعهد بدعم المستثمرين بوصفهم شركاء أساسيين في دفع مؤشرات التنمية ويمثل تحسين مناخ الأعمال وتحفيز المبادرة الخاصة أحد أبرز الأولويات التي تحرص الحكومة على تجسيمها خلال السنة الحالية فتحرير الاقتصاد من المكبلات التشريعية والترتيبية التي يعاني منها كفيل بإطلاق العنان لكل المبادرات التي تخلق الثورة الثروة وتدفع الاستثمار حتى يجد كل من يرغب في الإبداع والابتكار الطريق ممهد للنفاذ إلى السوق وسنعمل بداية من السداس الأول لسنة 2021 على إلغاء أو مراجعة أكبر عدد من العواق والترخيص أمام كل الأنشطة الاقتصادية كما سنعمل على تسهيل النفاذ إلى منظومة الحوافز المالية والجبائية خاصة من خلال التخفيض في نصف التمويل الذاتي المستوجبة للانتفاع بالحوافز الغاية الأساسية من كل ذلك هي دفع المستثمرين وخاصة الشباب منهم إلى خلق الثروة والتعويل على قدراتهم وسط انهاض روح المبادرة لديهم هذه الحكومة تملك رؤية استراتيجية واضحة للإصلاح ولتغيير منوال التنمية الذي طالما تحدثنا عنه لا بد من إعادة النظر فيه لوضع البلاد على الطريق النجاح وخلق الثروة الحقيقية الثروة التي يكون مأتاها العقل التونسي المستنير والمنفتح على العالم وعلى التطور التكنولوجي والرقمي نحن نؤمن إيماناً راسخاً ومبدئياً أنه لا يمكن صناعة اقتصاد جديد بآليات وأدوات قديمة ولذلك فنحن نعوّل على تطوير قطاعات المستقبل والحفاظ على خبراتنا في القطاعات الأخرى الرؤية التنموية يجب أن تتجسد أولاً في المجال الرقمي بمختلف مكوناته وأبعاده لا يمكن اليوم الإنكار أن عالم التكنولوجيات الحديثة أصبح يمثل رافعةً أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق مواتن الشغل وإيماناً منا بهذا التحدي الرقمي فإن الحكومة ستواصل العمل على تنفيذ المخطط الوطني الاستراتيجي تونس الرقمية كرافد للتنمية وأيضاً كآلية فعالة لإحكام التصرف في الأزمات ولنا في ذلك مثال حي حيث ساهمت الرقمنا في إيجاد الحلول الكفيلة والناجعة في وقت قياسي لتأمين استمرارية إزداء المرافق العمومية في فترة انتشار فيروس كوفيد-19 هذه الحكومة تعمل وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين في مجال الرقمنا من قطاع عام وخاص ومجتمع مدني وذلك قصد وضع استراتيجية وطنية للتحول الرقمي 2021-2025 تهدف بالأساس إلى تحسين مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 4.6% سنة 2019 بليابلو 6% في موفى سنة 2015 والترفيع في نسبة قيمته المضافة من مجموع الأنشطة المسوقة الانتقار الطاقي أيضاً ركيزة من ركائز الاقتصاد الجديد حيث أنه يعتبر عنصراً أساسياً للتنمية المستدامة والتطور الاقتصادي والاجتماعي وحماية البيئة والمحيط لذلك سيكون الاستثمار في مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المبرمجة خلال الثلاث سنوات القادمة أحد أهم الوسائل التي ستساهم في إنعاش اقتصادنا بشكل فعال وتمكننا من استرجاع استقلالياتنا الطاقية لا سيما عبر الترفيع في نسبة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي إلى 30% والتخفيض من الطلب على الطاقة بـ 30% بحلول سنة 2030 القطاع الفلاحي بدوره يمثل ركيزة أساسية من ركائز اقتصادنا الوطني فإضافة إلى مساهمته المباشرة في تعزيز أمننا الغذاء فهو يمثل مقوماً أساسياً من مقوّمات الإقلاع الاقتصادي لبلادنا ونحن عازمون على تطويره وتذليل كل العوائق التي تعرقل نموه من خلال حوكمة المنظومات الفلاحية ودعم قدراتها وتثمين منتجاتها وتحصين مناخ الاستثمار والقدرة التنافسية للمنتجات الفلاحية في الأسواق المحلية والعالمية وتعصيره عبر تيسير اكتساب التكنولوجيا الحديثة إضافة إلى دعم التنظم المهني للفلاحين بما يكسبهم قدرة أكبر على الاستثمار والإنتاج ويحسن من مستويات عيشها السيد رئيس مجلس نواب الشعب المحترم السيدات والسادة النواب الموقرون إن المرحلة القادمة تتطلب أكثر من أي وقت مضى الانتلاق في مصاري الإصلاحات في القطاع العمومي والمنشآت العمومية والهدف من الإصلاح هو أولاً وقبل كل شيء تطوير جودة الخدمات العمومية إذ ينبغي أن يكون المرفق العمومي في خدمة المواطن بدعمه ومرافقته وأن يكون أداة للتيسير لا للتعسير للتسريع لا للتعطيل ولأنني أدرك تمام الإدراك حجم الفرص التي تم إهدارها نتيجة غياب الجرأة في إصلاح الإدارة والبحث عن الإثارة من خلال القيام بإجراءات استعراضية لم تساهم سوى في تعميق أزمة الإدارة العمومية وفي القضاء على كل روح للمبادرة صلبها ولدى كفاءاتها سننطلق في معالجة المشاكل الحقيقية للإدارة بتدعيم الرقمنا والحد من الإجراءات البيروقراطية هدفنا من خلال ذلك الحد من نسبة الوثائق بنسبة 80% من الحجم الإجمالي للوثائق التي تطلبها الإدارة قبل موفى سنة 2021 من جهة أخرى لم يعد من الممكن التأخير في النظر في وضعية المنشآت والمؤسسات العمومية وقد سبق أن قلت في هذا الصدد إن إصلاحها وإعادة النظر في حوكمتها أصبح من الأولويات المستعجبة ولا وجود لخطوط حمراء في هذا المجال سنشرع في عملية إصلاحها أخذا بعين الاعتبار الوضعية الخصوصية لكل مؤسسة ومنشأة على حداء في الشراكة مع المنظمات الوطنية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل وفق آليات حوار بناء ومسؤول هذا الإصلاح سيمكننا من تخفيف عبء المؤسسات العمومية على ميزانية الدولة في هذا الإطار سيتم إحداث وكالة وطنية تتولى الإشراف على هذه المؤسسات ومراجعة حوكمتها وأحكام إدارتها بالإضافة إلى سياغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتعزيز متابعة مؤشراتها وتوجيه التدخلات لفائدتها بحيث تستعيد هذه المؤسسات دورها الاستراتيجي في معاضة مجهود الدولة ودعم الاقتصاد الوطني وفق مبادئ الحوكم الرشيدة والقيمة المضافة وخلق الثروة كما سنتناول في الفترة القادمة مسألة ترشيد منظومة الدعم وتوجيهه إلى مستحقين في إطار سياسة اجتماعية قوامها الإنصاف وتحسين المقدورة الشرائية للتونسي ونحن نضع أواخر السداس الثاني من السنة الجارية كمدال الانتقال من نظام دعم للمواد إلى نظام دعم للمداخيل وسيمكننا هذا الإصلاح من تراجع معدل الفقر بحوالي 25% إصلاح منظومة الدعم سيمكننا أيضا من القضاء تدريجيا على ظاهرتين التهريب واستعمال المواد المدعمة في غير أغراضها وتفادي التبذير قد شرعنا في تطوير رقمنة الدفوعات والتحصيل الحكومي بالشراكة مع البنك المركزي التونسي هدفنا من ذلك إضافة إلى تحقيق الشمول المالي والشفافية في المعاملات الحكومية دمج جميع الأشخاص الذين لا تتوفر لديهم حسابات أو خدمات بنكية في المنظومة المالية بشكل كبير مما يحسن جودة حياتها أيضاً من بين أهداف هذه الحكومة هو تحقيق الإدماج الرقمي من خلال مواصلة تطوير البنية التحتية والتعميم خدمات الانترنات ذات التدفق العالي في مختلف الجهات وسنقدم كل التحفيزات الممكنة من أجل دفع التونسيين والتونسيات للانخراط في منظومة الخدمات المالية وخدمات الدفع الإلكتروني سيد رئيس مجلس نواب الشعب المحترم السيدات والسادة النواب الموقرون إن واجب الإصلاح يقع علينا السلطة التنفيذية وتشريعية أحزاباً ومستقلين فهو السبيل نحو خلق فرص شغل وأفاق نجاح لشبابنا ونحو تعزيز المقدرة الشرائية للطبق الوسطى والفئات الهشة وتحسين ظروف عيشها من نقل وصحة وتعليم أعتبر نفسي المسؤول الأول كرئيس للحكومة عن هذا الإصلاح ولكن الطريق إليه سيكون أسهل وأسرع بفضلكم وفي ذل مناخ سياسي ومؤسساتي مستقر وناضج إذ لا يمنعنا فخرنا بمؤسساتنا التي أرساها دستور الثورة من الوعي بأن نجاعتها رهين نضج الطبقة السياسية وعقلنة العلاقات بينها فما لم يتحقق الاستقرار السياسي وما لم تنضج الحياة الديمقراطية وما لم تلتزم كل المؤسسات الدستورية بنواميس الدولة وبضوابتها وبحدود صلاحياتها الدستورية بعيداً عن الاستعراض والإثارة لن نخرج من الأزمة التي نعيشها إدارتنا للشأن العام في مرحلة انتقال ديمقراطي تجعلنا مسؤولين لا عن حاضر هذا الوطن فقط بل عن مستقبله ومستقبل الأجيال القادمة مسؤوليتنا إذن مضاعفة لنكن الجيل الذي يقطع مع عقود من توريث الديون واجترار الفشل لنكن جيل الثورة الاجتماعية والاقتصادية تدويجاً لثورة الحرية والكرامة التي قادها شبابنا شباب رائد ومتطلع لمستقبل أفضل فكما اجتمع التونسيات والتونسيون حول هدف مشترك في ديسمبر 2010 جنب 2011 فلنجتمع اليوم حول ما ينفعنا في حاضرنا ومستقبلنا هذه الحكومة تنطلق من البرنامج الذي أعرضته على مساميعكم وكل ثقة أنكم ستدعمونها وتدفعون معها نحو حاضر أفضل لتونس لكل بناتها وأبنائها وأيضاً من أجل ضمان حق الأجيال القادمة في دولة مزدهرة ومجتمع منفتح هذه حكومة الانطلاق الفعلي في الإنجاز حكومة التناسق والبرنامج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر